كيف حالكم أصدقائي سعد الله كل أوقاتكم بها الفيديو راح نحكي عن البيتكوين أمور جدا لازم تاخد الحذر منها أخبار متعلقة بالأمتي جوكس أيضا متعلقة بتحديث شينجهاي للإيثيريوم أيضا مناطق المتوقع زيارته بالنسبة للبيتكوين وأهم الصفقات يلي ممكن تكون موجودة معنا بالأيام القادمة كل هذا راح حاول نجاوب عليه بهالفيديو وإذا أول مرة بتشوفني بتمنى منك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد أيضا تنضم لقناة التليجرام راح تشوفه بالوصف وأيضا تركنا تعليق على الفيديو ممكن تكون أحد الرابحين لمسابقاتنا اليومية أيضا إذا حابب تاخد جرعة أمل صديقي من أوضاع السوق الحالية بتأذر تشوف هذا الفيديو اللي نزلنا على قناة التليجرام فرحة أحد المتداولين بالألفين وثلاث عشر لما البيتكوين وصل لقمة جديدة يلي هي 111 دولار من أهم الأمور يلي شاغلي بالمستثمرين بسوق الكريبتو تحديدا أول موضوع عنا هو اقتراب سداد مدفوعات الامتي جوكس طبعا يلي ما بيعرف هالمنصة يا أصدقاء منصة كانت بالسابق بوقت من الأوقات يحدث فيها 70% من التداولات حول العالم بالعملات الرقمية بيحدث بهالمنصة شبيهة بمنصة باينينس بالوقت الحالي وهي منت على السوق كانت من أكبر المنصات تعرضت للتهكير سرق منا مبالغ جدا كبيرة تقدر بهذاك الأوقات بـ 850 مليون دولار عشر مارس رح يبدأوا بتعويض الأشخاص بعض الأشخاص اختاروا أنه ياخدوا تعويضهم بالأموال وبعض الأشخاص اختاروا أنه يحصلوا على قطع بتكون تصور أنت كان معك مبلغ صغير وحاليا حصلت على تعويض جدا كبير هل رح يبيعوا هدول الأشخاص كلهم هل ممكن يبيع جزء منهم لكن الأكيد أنه رح يصير ضغط بيع على السوق بداية من 10 مارس ورح يستمر التعويض لحتى ديسمبر 2023 أما الأمر الثاني للأسواق أخذ الحذر منه هو تحديث شنجهاي تحديث شنجهاي هو بيسمح لبعض الأشخاص اللي عاملين ستيكينج على الإثيريوم بيسحب بعض من قطع الإثيريوم وبعض من أرباحهم بالستيكينج هل ممكن نشوف هبوط بالإثيريوم على حساب البيتكوين ممكن أصدقاء لكن بحسب مواقع وبحسب مراقبين بيقولوا أنه ضغط البيع رح يكون محدود جدا وفي عملية ضجة على تحديث هذا لكن نتذكر آخر تحديث صار للإثيريوم أول ما بدأ التحديث صار فيه هبوط جدا قوي بالإثيريوم شان هيك لازم تأخذ حذرك صديقي البيتكوين أصدقاء ما زلنا متمسكين بمناطق الـ 22 ألف من الخطأ الفادح الدخول فيوتشر حاليا مراهنة على الصعود أو المراهنة على الهبوط بدك تنتظر المنطقة الحالية اللي نحن فيها منطقة استنزاف منطقة عرضية منلاحظ الحركة جدا محدودة لازم ننتظر البيتكوين حتى يأخذ العزم من هالمناطق لكن النموذج الحالي اللي صار على البيتكوين للأمانة نموذج تصريفي على الرغم من وجود دايفرجنس مخفي دايفرجنس إيجابي على فريم اليوم ممكن نشوف نتائجه بعد يومين وثلاتة لكن النموذج اللي صار على فريم الأربع ساعات نموذج تصريفي ومنلاحظ الشمعة يلي نرفضنا من مناطق الـ 22 ألف وستمئة وخمسين للأسف ما قدرنا نخترق هالمناطق أبدا نشوفنا رفض كبير وهذا يلي بيدل على ضعف البيتكوين في المناطق الحالية شو هي المنطقة اللي ممكن يستهدفها البيتكوين أولا كسر هالنموذج هذا أصدقاء إغلاق أسفل هالنموذج إغلاق يوم أسفل هالنموذج عندنا هدف على الفريم اليومي هو مناطق الـ 20 ألف وخمسمئة أما بالنسبة لهدف المضاربين خلينا نشوف هدف المضاربين هدف المضاربين النزول لمناطق الـ 21 ألف وخمسمئة بتقريبا خمس موجات سواء خمس موجات خفيفة أو خمس موجات اندفاعية لكن هذا هو المستوى يلي ممكن المضارب يعتمد عليهم الـ 21 ألف وخمسمئة للـ 21 ألف وثلاثمئة بعدها أتوقع نوع من الارتداد الطفيف وإعادة محاولة اختراق هالقناة على فريم الأربع ساعات يلي رح يكون عند مناطق الـ 22 ألف وميتين طبعا شرط الارتداد هو رؤية تماسك بها المناطق لحنا حاليا رجحنا الهبوط لأنه في عنا ضعف بالارتداد ضعف بالارتداد من هالمناطق لكن بيفشل سيناريو الهبوط بالإغلاق على مناطق الـ 22 ألف وثمام مئة مثل ما حكينا أصدقاء النصائح هي ليس للـ future حاليا أنا ما بنصح أنك تدخل في المنطقة هاي محرقة للأموال المشي العرضي أيضا إذا منشوف مناطق الـ 21 ألف وخمسمئة بتتوافق مع دعم قوي لكن على فريم اليوم اختراق هاي القناة يلي ذكرناها عندنا هدفه 20 ألف وخمسمئة أيضا إذا منشوف هاي الصورة أصدقاء الصورة هاي أنا ذكرتها بالسابق نفسية المتداولين وتأثيرها على السوق في حال ما كسرنا مناطق الـ 25 ألف اللي احنا ممكن نعمل عملية تجميع في هاي المناطق وممكن نزور القاع حتى لو القاع هذا تحقق في البيتكوين ممكن نعمل زيارة في النصف الثاني لـ 2023 لمناطق قريبة من القاع أو ممكن نكسر القاع السابق في حال صار عملية ضغط بيع أو عملية أخبار سلبية هذا هو السيناريو المتوقع عملية تجميع في هاي المناطق بعدها الصعود من جديد والانطلاق إذن مناطق الـ 25 ألف هي رح تفشلناها النموذج هذا أيضا بحسب وايكوف لدورة السوق رح يتوافق مع عمل قاع جديد بالنسبة للبيتكوين لكن مثل ما حكينا سابقا عمل قاع جديد للبيتكوين حديث سابق لأوانو أيضا الماركت كاب الأموال داخل سوق العملات الرقمية أمامها دعم جدا مهم هو 949 مليار أيضا 910 مليار دعم جدا مهم من المتوقع أن البيتكوين يعمل ردة فعل هل نزول لقاع جديد أمر حتمي بالتأكيد لا أصدقاء النزول لقاع جديد أمر ليس حتمي لكن بما أنك متداول داخل السوق لازم تحط كل الاحتمالات احتمال الارتداد من مناطق الـ 20500 للـ 21500 كمان احتمال موجود خلينا نشوف افتتاح الأسواق العالمية يوم غد مع العلم أن الأسواق العالمية آخر يوم عمل كانت إيجابية جدا هل رح تسحب البيتكوين معها بما أنه عنا دايفرجنس إيجابي على فريم اليوم شروط الارتداد عدم كسل مناطق الـ 22000 والإغلاق على مناطق الـ 22800 للـ 23000 هو شروط الارتداد للصعود غير هيكي أنا مبتعد عن الأسواق والصفقة اللي ممكن أدخلها إذا شفت تماسك عند مناطق الـ 21500 أو مناطق الـ 20500 ضمن هالمنطقتين أنا ممكن أدخل وفكر بالصعود هيك وصل نهاية الفيديو واتمنيه للأعجابكم خلينا نتقل للفيديو السابق حتى نعلن اسم الرابح مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقاء يلي رح نعمل عليه السحب رح ناخد رابط الفيديو بعدها نتوجه لموقعنا اللي بنعمل منه التعليقات بشكل عشوائي رح نحط رابط الفيديو هون نشير التعليقات المتكررة بعدها نحل الكباتشاو ونشوف كم تعليق عنا كان على الفيديو عنا 114 تعليق على الفيديو رح نقول بسم الله وناخد اسم الرابح إذن هذا هو اسم الرابح بتمنى يتواصل معي حتى يستلم جائسته إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر